طبعاً بعد التجهيز الكبير والواسع للمعارك هنا في رفحمة الشمالي تحديداً على حواجز الزلاقيات وإيضاً زلين والمصاصنة وإيضاً مدينة الطيبة الإمام وصوران يقوم جيش العزة هنا بالترتيبات الأخيرة لبدء بالمعركة ضد قوات النظام المتمركزة في هذه الحواجز نلتقي الآن مع الملازم أول محمود المحمود للحديث أكثر عن تفاصيل هذه المعركة وأهدفها السلام عليكم حالياً تجهزون وتستعدون المعركة ضد قوات النظام في رفحمة الشمالي يا ريت شوهي المواقع أخي الكريم نعم نحن منذ فترة قمنا بتجهيز قواتنا وصلت لا على معظم محاول رفحمة الحمد لله بعد التقدم الأخير الذي أحرزته القوات الصديقة بتحرير قرية صحيح مدينة مورك وشرقاً تحرير عطشان وأمحارتين والضغط باتجاه جبهة معان قمنا إن شاء الله كمان في رفحمة الشمالي بتجهيز باتجاه حواجز زلاقيات وزلين والمصاصني ولحاية حتى الوصول حتى الأستراد أهمية تهتي الحواجز هنا المزل المحمود طبعاً أخي الكريم هذه الحواجز تعتبر نقاط دفاع عن مدينة حما إن شاء الله هي النقاط دفاع الخط الأخير عن مدينة حما عندما تستطيع إن شاء الله بأخذ هذه النقاط نصبح على مشارف مدينة حما وعلى مشارف مطار حما الذي أنهك ريف حما الشمالي والمنطقة جميعها بالبراميل والموت الذي يصدره هذا المطار شكراً مازم محمود حياك الله أخي إذن معركة مرتقبة بين الجيش الحر وقوات النظام تحديداً جيش العزة سيخوض معركة واسعة ضد قوات النظام في ريف حما الشمالي تحديداً على حواجز الزلاقيات والزلين وأيضاً مدينة حلفاية وأيضاً القرى الناصرية والزوار هذه المنطقة تعتبر من آخر المنطقة التي يحاول النظام التمسك بها والتي تعتبر خط الدفاع في ريف حما الشمالي عن مدينة حما في رأس كرام أورينتو نيوز ريف حما